إلى مشارف الضحية الجنوبية في بيروت معنا مفهد الحدث من هناك إبراهيم فتفت يرصد لنا في هذه الأثناء آخر التطورات إبراهيم ما الجديد من عندك؟ نعم حسام هذه الأثناء غارة جديدة على ضحية بيروت الجنوبية سمعنا قبل قليل صداها نحاول التأكد من مكان سقوط هذه الغارة إذن بعد قرابة أربعة ساعات من الهدوء الحذير غارة جديدة الآن على ضحية بيروت الجنوبية قد نحاول أن نرصدها بعدسة الكاميرا مكان سقوط هذه الغارة أعتقد أنها في برج البراجنة نتأكد نحاول التأكد من خلال هذه الصور الحصرية والخاصة للحدث مباشرة من مشارف الضحية الجنوبية لبيروت أكرر حسام غارة جديدة الآن على ضحية بيروت الجنوبية سمعنا صوتها بوضوح غارة قوية نحاول التأكد من مكان سقوط هذه الغارة يبدو من خلال هذه المشاهد أنها سقطت في نحاول الآن إذا كنت تشاهد معنا حسام ألسنت اللهاب بدأت تتصاعد من تلقاء النقطة إذن هي أعتقد هذه إما حارة حريك أو برج البراجنة هما منطقتان متلاسقتان تماما برج البراجنة وحارة حريك هذه الغارة التي شنتها الطائرات الإسرائيلية قبل لحظات من هذه الرسالة أو أثناء الاستعداد للظهور في هذه الرسالة غارة جديدة قوية للغاية إذن الإفادة الإخبارية إبراهيم لو يتمكن الزميل المصور من تقريب هذه الصورة للمشاهد نعم سنحاول الدخول متابعة هذه الغارة التي تتحدث عنها إذن مشاهدين رصد لنا قبل قليل إبراهيم فتفة موفد الحدث غارة مباشرة على الهواء وبحسب التقديرات الأولية غارة لربما تقع بين منطقة حارة حريك وبرج البراجنة إذن إبراهيم هي الغارة الأولى منذ سلسلة الغارات التي كانت في أولى ساعات هذه الليلة نعم هي الغارة الأولى منذ أربع ساعات تقريبا بعد سلسلة الغارات العنيفة التي طالت مختلف أرجاء الضاحية هذه الغارة كما يتبين من هذه المشاهدات العينية الآن حيث نقف من مشارف الضاحية أنها سقطت إما في برج البراجنة أو في حارة حريك نحاول التأكد أكثر ولكن يصعب تحديد تماما أين سقطت ولكن بطبيعة الحال كما ذكرت حارة حريك أو برج البراجنة منطقتان متلاسقتان في الجغرافيا وبالتالي هذا الأمر الذي يصعب علينا تحديد ما إن كانت في برج البراجنة أو حارة حريك لكن نشاهد ألسنة اللهب من مكان سقوط هذه الغارة حسام هذه الأثناء نحن الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي تنقل هذه الغارة وأول من نقل لحظة سقوطها تماما كما جرت العادة خلال هذه التغطية المفتوحة منذ أسابيع حسام إذن في الأثناء نحن نتابع وإياك إبراهيم هذه الغارة الأخيرة التي رصدت لنا نتابع أيضا في السرد ما شهدته الضحية الجنوبية منذ أول ساعة هذه الليلة نعم أود الإشارة أيضا حسام إلى أن الطيران المدني عاد يستخدم المدرج الطبيعي للهبوط والإقلاع في مطار رفيق الحريري الدولي إذن ما كان يحصل خلال ساعات الليل توقف قبل ساعة من الآن تقريبا هبط طائرة مدنية من المدرج الأساسي الذي يسمى بالمدرج الشمالي على مطار رفيق الحريري الدولي هبط طائرة مدنية في ذلك المدرج أي أن الطائرات المدنية توقفت عن استخدام المجال الجوي القبرصي للهبوط والإقلاع من مطار رفيق الحريري الدولي هذا فيما يخص المطار فيما يخص الضحية الجنوبية لبيروت كانت 15 غارة استهدفت مناطق مختلفة من ضحية بيروت الجنوبية منها غارتان استهدفتان استهدفتان منطقة الأزاعي لأول مرة منذ بدء هذا التصعيد العسكري نعم خمسة قتلى أو أربعة قتلى وأربعة وعشرين جريحا في غارة استهدفت محيط مستشفى رفيق الحريري الحكومي أيضا حسام نشير إلى أنه بهذه اللحظات كاميرا الحدث ترصد لنا ألسنت النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة جراء هذه الغارة التي رصدناها مباشرة على الهواء وهي بحسب مفد الحدث إبراهيم فتفت أولى الغارات منذ بضع ساعات بعد سلسلة غارات استهدفت الضحية الجنوبية وتخرق الهدوء الحذر الذي ساد في الساعات الماضية إبراهيم كان هناك حالة من البلبلة شهدها إعلان الجنب الإسرائيلي عن مواقع واستهدفات محتملة لمخازن الأموال تحت مستشفى الساحل في الضحية ماذا في التفاصيل؟ نعم فيما يخص مستشفى الساحل كان الجيش الإسرائيلي نشر مقطع فيديو يدعي فيه أن المستشفى يخفي بأسفله أو تحته بنية تحتية لحزب الله وصفها بالمخبأ أو حتى الأنفاق التي تمتد إلى مقر رئيسي لحزب الله هذا ما ادعاه الجيش الإسرائيلي لكن نفت وزارة الصحة ذلك الأمر وأيضا إدارة المستشفى نفت ذلك واعتبرته تحريضا إسرائيليا أو مبررا إسرائيليا لاستهداف المستشفى لكن عاد الجيش الإسرائيلي وقال إنه لن يستهدف ذلك المستشفى ولكن سيظل يراقبه أيضا تجدر الإشارة إلى أن ذلك المستشفى يبعد قرابة 600 متر تقريبا عن مقار قيادة حزب الله في حالة حريك حيث اختيل حسن نصر الله الزعيم الأسبق لحزب الله خلال الأسابيع الفائتة لكن كما ذكرت أيضا أعلن مدير المستشفى وهو نائب لبناني في حركة أمل التي يرأسها نبيه برير رئيس البرلمان اللبناني أعلن مدير المستشفى كما ذكرت عن جولة للإعلاميين خلال ساعات الصباح بعد ساعات من الآن عند الحادي عشر بتوقيت بيروت في أرجاء المستشفى لضحض الاتهامات الإسرائيلية حسب تعبيره هذا فيما يخص مستشفى الساحل أعود لأنقل الصورة من مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت مع بزوغ هذا الفجر الجديد بعد ليلة كانت في بدايتها ساخنة توسطها الهدوء والآن يبدأ هذا الفجر مع غارة جديدة دون أي تنذير إنذار أو تحذير سابق من الجيش الإسرائيلي لتستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا حارة حريك في عمق الضاحية الجنوبية حسام نعم أيضا ونحن نتابع أي كذلك الغارة التي تحدثت عنها يعني ألسنت النيران وأعمدة الدخان المتصاعدة ماذا في الاستهدافات التي طالت البقاع والجنوب اللبناني بعيدا عن الضاحية إبراهيم نعم في البقاع كانت غارة استهدفة موحيط معبر المصنع لم تتضح بعد طبيعتها ما إن كانت استهدفة مقرا أو شاحنة أو استهدفة الطريق فقط ولكن تجدر الإشارة إلى أن معبر المصنع متوقف بعد استهداف الطريقة الدولية من الجانب السوري قبل سبوعين من الآن أما في الجنوب فيستمر القصف على عدة مناطق جنوبي لبنان مناطق حدودية لتأمين الغطاء للقوات البرية المتوغلة في بعض القرى الجنوبية عبر عدة محاور أود التأكيد حول الغارة قبل الاستكمال الحديث عن الجنوب أود التأكيد أن هذه الغارة التي سقطت قبل قليل في ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت منطقة الليلكي وكما ذكرت هي منطقة إلى جانب أيضا حارة حريك إذن استهدفت منطقة الليلكي مبنى سكنيا في الليلكي تم استهدافه بهذه الغارة التي رصدناها مباشرة عبر الهواء عبر الحدث استهدفت منطقة الليلكي في ضاحية بيروت الجنوبية حسام إذن للإفادة الإخبارية وأيضا مزيد من المعلومات والمتابعة تكشف الآن وبحسب موفد الحدث إبراهيم فتفات وبحسب المتابعة